كنت اواخد قرار من 2006 لا لا انا على فكرة اي مطرب حيغنيلي حاخد منه تصريح صوته ليه؟ عشان انا بهدلت دلوقتي من النهاردة عندي مشربتش من نيلها مين اللي مغنيها؟ شيرين محدش بيعرف اخد الحقوق انا اللي بملك التلحين مش عارف اخد حقوقها لان ما معايش صوت شيرين فلازم اجيب حد تاني يغنيها يا ايه ما شيرين تقولي تفضل الحقوق يا ايه بتاعت الصوت وشوف هنعمل ايه عشان نجيب الكوبي رايت الناس عملها بتسرقها عملوها مهرجانات عمل بشربتش من نيلها مهرجانات اه فالنهاردة انا اي مطرب حيجي يغني عايز لحنة من عمرو مصطفى اديني تنازل صوتك من فضلك عشان عارف اصيطر على الموضوع وفي مطرب هيردة يديك تنازل عن صوته والله اللي عايز ده عايزه مش عايزه اشتغل بر هو انا ليه احنا طول عمرنا الكلمة مع اللحن مع الصوت ما شوف ناس فيه مشكلة ابدا عمرنا ما اسمعناها زمان يعني غنى تموكلسوم وغنى عبدالحليم وغنى فريد لان زمان هو اللي حصل لان زمان كان اللي بينتج فنانين محمد عبدالوهاب صوت الفن محمد فوزي محمد فوزي صوت القاهرة ايه لما بقى التجار هم اللي بينتجوا الصناعة ضمرت ولن تقوم قائمة لصناعة الموسيقى غير برجوع الانتاج للفنانين وده اللي بنعملو دلوقتي بتعمل ايه انا اللي حنتج انت اللي هتنج انت بتغني اه عايس اغنية تعال حط صوتك اعمل تنازل بصوتك انا اللي حنتج مع السلام روح غنيها بس طه تصريح مني ولازم تقول اسمي قبل ما تغني تقول الحن كزا واحترم الحق الادبي لانك النهاردة ما جيت قلتلي يا عمر انت هتستخدم صوت فلان انه هو تعمله ايه ايه اه طب ما هو بيستخدم الحق ده انه هو ما بيقولش اسمي في الحفلات فبالتالي الناس بتجهل اعمالي فانت ضررتني ادبيا ومش عايزني ااخد صوتك ما انا هاخد صوتك هو بيستخدم صوته طول الوقت وبيستخدم اللحنة طول الوقت طول الوقت وما بتجيبش اسمي مش ده حق ادبي مش مفروض حضرتك ان انت تذكر اسمي طب ليه بقى الناس زعلانة دلوقتي انا ما ااخد صوتك وما ذكرش اسمك رغم ان انا حقول ايه ايه يعني معلش مساءلة بقول ده صناعي ما بقولش ده طبيعي زعلش عشان ده اللي جاي ده اللي عام حتقول اسمي في الحفلات ححتربك وحسقط مش حتقول اسمي حستخدم صوتك وده تحذير ده تحذير لمين لكله كل المطربين اللي حددهم لكل اللي مش هيقولوا اسمي قبل اي حفلة هيقولوا اسمي ما ام ما اغنوش اجنية ما اتغنوهاش انا حاجنية على فكرة تاني لأن ده حقي وعايز ساعتها أي منتج يقولي ده مش حقك لأن أنا هعمل إنتاج صوتي خاص بي أنا لمنتجه على نفس اللحن آه وحغير الكلام شو معاه حقوق الكلام حغير القارب طيب ما أنت كده هتفعلت عن طائلة القانون لا لأنه ده احني أنا معاي احتفاظي بحقي في الأداء العلني لا يجوز في القانون أن أنت ما تقولش ألحانك وتشهرها للناس عشان الناس تعرفها طيب ما تقوله واحد بيع لحن حيرجع يستخدم لحنه من حقه على فكرة من حقه زمان كان من حقه هو حضرتك أغنية من غير ليه مش غناها هني شاكر أي وطهر مصطفى أي وكام حد غناها كتير ده الفن الراقي وده اللي حنعمله في أغنية تفتكر لك إيه حتنزل بنسخة الست وحصري على برنامجك ستذهب جميع الحقوق إلى ورسة أمك لصوم بصوت الست اللي هي التجربة الأولى تجربة الأولى وسيغنيها جميع مطربات ومطربين الأبرة تب ما ده حيدخلك في مشكلة مع صاحب الحقوق الأستاذ محسن جاء حقوق إيه حقوق مكلسوم في إيه هو يملك الحقوق في المصنفات الفنية اللي بيملك كلمتها وألحنها أه لكن إحنا مش عاملين صوت المكلسوم إحنا عاملين أي آي حقوق إيه هو أنت المصنفات الفنية